أمينة من عمان تسأل تقول عند تكبيرة الإحرام بالنسبة لوجه المصلي أين يكون هل إلى القبلة أو إلى محل السجود أختي أمينة بارك الله فيك بالنسبة للمصلي إذا جاء ليصلي فإنه يستقبل بوجهه ويديه القبلة يقول الله أكبر ثم بعد ذلك ينظر إلى محل السجود هذا الذي يظهر من خلال مفهوم ما ورد في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أسبغ الوضوء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة استقبل القبلة واستقبال القبلة يكون بكليتي الإنسان بيديه وبوجهه ويكون طريقة اليدين مضمومة الأصابع وليس مفرقة بعض الناس يكبر هكذا لا هذا ليس من السنة تضم أصابعك وتجعلها هنا عند الكتيف الله أكبر بعد أن ينظر إلى محل سجوده لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يفارق بصره محل سجوده كما في حديث أسامة وغيره